خلال هذه السكتشور سنتعرف على كيفية تصميم وبرمجة برنامج Notepad هذا البرنامج أو هذا الابليكيشن بصورة عامة سيتكون عندك مجموعة من الأزرار تقوم بمجموعة من العمليات والتكست سنكتبه باستخدام أداة رش تكس بوكس إضافة لوجود سلايدر هذا السلايدر يمكنك من عمل زوم على الرش تكس بوكس دعنا نستعرض ما سنتعلمه خلال هذا السكتشن في البداية نكتب مثلا النص معين تقدر من خلال هذا الابليكيشن أنه تعمل عليه Save فرح تتعلم كيف أنه تعمل Save لفايل معين أنه تأخذ القيمة وتبدي أنه تسايفها باستخدام Save Dialog أو لا أنه في الأصل تعمل Import فكيف أنه تجلب ملف معين وتبدي بتحويله وتعمل عليه Write إلى رش تكس بوكس باستقبال Get String from رش تكس بوكس أيضا راح نتعرف على كيفية التعامل مع الكليبورت الحافظة كيف تقوم بعمل Copy كيف تقوم بعمل Paste كيف تقوم بعمل Cut بالنسبة للنص إضافة لذلك راح نتعرف على جزء جدا مهم اللي هو الطباعة كيف أنه تقوم بطباعة النص اللي موجود عندك باستخدام Print Preview كأداتين Print Document and Print Preview إضافة لذلك راح نتعرف على كيفية تغيير بعض الخصائص بروغرامي يعني برمجيا مثلا كيف أنه تبدي باستخدام الفونت دايالوج هذا هو الفونت دايالوج كيف أنه تبدي بتغيير وتأخذ القيم وتسندها إلى الريش تيكس دوت فونت دايالوج دوت فونت كيف أنه تستخلص جزء من خاصية خاصة في الفونت كيف تعمل بولد أندر لاين أو أمور أخرى إضافة لذلك كيف أنه تعمل Alignment للتكس اللي موجود عندك داخل الريش تيكس بوكس كيف تتعامل مع الكلر كيف تأخذ قيمة الكلر باستخدام الكلر دايالوج كيف تأخذ القيمة وتسندها إلى تعمل Background مثلا أو For Color باعتبار أنه For Color أوكي رح يكون عندك بهذا الشكل إضافة لذلك رح نتعلم كيفية التعامل أو عمل مع بعض الفرامورك كالPonyview Framework رح نقدم عملية تحميل وتنصيب فرامورك جدا رائعة في عملية التصميم داخل Windows Form اللي هي Ponyview Framework فرامورك جدا مشهورة في عملية التصميم هذا رح توفر لك مجموعة كبيرة جدا من الأدوات الجاهزة ذات تصميم جيد ذات GUI جيد من ضمنها سلايدر فمثل هذا السلايدر اللي انت تلاحظه أمامك أعمل عليه زوم أخذ الفاري الخاصة فيه وابدأ أغير في قيمة التكس هذا هو سلايدر غير متوفر داخل التول بوكس اللي تكون بشكل افتراضي داخل فيجوال ستوديو ولكن احنا حملنا اللي هو ملف جدا بسيط راح نتعرف على كيفية تحميله وتنصيبه وضافة كل هذه الأدوات إلى الفيجوال ستوديو لسي ستارت و دي جيتوريو